إلى كل الممرضين تذكر أنه مهنتك مهنة إنسانية في المقام الأول ولكن وانتراكب المواصلات ادفع الإيجار نص إنسانية لما ترجع من الشغل هات للبيت فواكب 12 إنسانية ما تنساش إيجار البيت 220 إنسانية كل شهر فوتير كهرباء والتلفونات وموبايلات وإنترنت وخلاهو حوالي 70-80 قول 100 إنسانية حماكب الدمهر 5000 إنسانية ويا سلام لو تلاقي لك سيارة لقطة توديك وتجيبك بـ 4000 إنسانية لما ربنا يكرمك وتجيب أطفال تنساش المدرسة بدها 500 إنسانية في الفصل على الأقل مظهرك بده 100 إنسانية تسجيل الانتحانات والماجستير بده 5000 إنسانية وأهم شيء لما مريض أو زائر أو مرافق يسيب عليك أو تفي بوجهك خلي الإنسانية تنفعك الإنسانية ما بتمنع إنك تحكي معي باحترام الإنسانية ما بتمنع إن أشبع نوم بعد دوام صهر بدل ما تجرني من البيت عشان أتوسط لك لإبنك اللي مفلوز من أربع تيام وهسر ذكرته الإنسانية ما بتمنع إن أدور على فرصة عملي كويسة وراتب بستاهله وإن أسافر وشوفي الدنيا الإنسانية ما بتمنع إن أكل لجمة بالشغل أو أرتاح طول ما أنا فيش عند مرضى الإنسانية ما بتمنع إن أخذ فرصتي بالتعليم والتدريب والترقية اللي بتروح لناس وناس في خطر فيه بين الإنسانية وبين إني أتبهدل وانا ساكت اشتركوا في القناة شكرا